طبعا عايق عايزين قبل ما نروح لمباراة الانتاج المهمة في الدوري نتكلم عن وليد سليمان واهميته بالرغم من انه هو يعني ملعبش غير دا قليلا قوي بس يعني بس لا وليد موجود وليد بتعليمات المدير الفني حاضر اللعيبة حتى اللي بتعمله حساب في الملعب لا يعني ده شفنا بشكل كبير قوي بصي وليد طبعا انا بالنسبة لي يعني وانا قلت الكلام ده قبل كده من احب اللعيبة الى قلبي يعني في النادي الاهلي وليد انا عمري ما شفته في مطش وان كان حتى مطش مثلا بالنسبة له تحس ان هو الاداء مش قوي انما هو بلعب بروح قوية جدا في كل المباريات مفيش كرة بتيجي الوليد في الملعب كرة مشتركة وبحس ان هو مترخي فيها او عامل كده وتحسي بوليد حماسه وتحسي في الالتحامات دايما يعني بيبقى متحمس دايما عايز هو اللي ياخده كرة عايز اللي يروح على الجون عايز يجيب جون فتحسي وليد حتى يعني في وضعه دلوقت ان هو يعتبر من اكبر اللعيبة سنا في الملعب انما اداءه على مستوى الاداء وعلى مستوى الالتحامات زي ما بقولك وحتى مستوى الاهداف لا هو سكوره عالي مهم جدا حتى عدد الدائي اللي بلعبها نسبة بعدد التهديف او القرارس اللي بيخلقها او البصارة او الاسستات او الحجات دي كلها انتاجه كبير يا كابتن فاته وليد انتاجه كبير في وقت اللي بياخده ودي مهمة جدا جدا يعني دي مهمة فيه اللعيب بياخد التسعين دي بتلاقي انتاجه ربع وليد صحيح انما وليد بتأسهب بالتايمينج يعني طبعا طبعا أنا نازل ما هنا بالذات اللعيب اللي زي وليد اللي صنع الالعاب احيانا وهداف احيانا اخرى ما هو مطلوب منه الكلام ده الباصة ازاي القصة ازاي بصي انت اللعيبة الدرجات مختلفة ما بين المدافعين ونص الملعب والفرادة على حسب الاهمية والخطورة فيه لعيبة في الملعب كده لو ما كانتش كويسة بتحس ان فيه دربكة في الفرقة اماكن معينة مثلا زي مثلا اخر واحد لو مش كويس او واحد من المساكين بيوتر الدنيا كلها بتحس ان الملعب تشقلب طبعا وهني عارف طبعا الكلام ده لو حسيتي ان صنق الالعاب مش موجود او مش في يومه برضو تحس ان الاداء متغير لان صنق الالعاب بيبقى رابط ما بين نص الملعب والمهاجمين ودوره في انه يدي بصات طبعا الناس تروح على اللجون او احيانا يهدف فوليد الحمد لله يعني يسيله كده الماتشات بتاعته كلها حتى اللي بياخد فيها وقت قليل انتاجه فيها بيبقى عالي وما ينفعش تلاقي وليد في الملعب واللعاب اللي حوله مش متحمسه لا او اللعاب بجنبه بلعب بطرابة هو ده اللي شوفنا بفارق قوي في الملعب لما نزل وليد وبعدين وليد رصيده عند النادي وعند الجمهور كبير قوي بطولات كتيرة قوي عطاء كتير قوي اهداف مؤثرة كتيرة جدا جدا سواء في البطولات المحلية او الافريقية بجانب الكل الكلام ده دايما بييجي دور الاخلاق ووليد معروف عنه انه ما بيسببش اي مشكلة مع اي مدرب ما عندوش مشكلة مع زميله ما عندوش مشكلة مع مدرب خالف فدي كمان انا بالنسبة لي مهمة جدا ان اه ممكن تكون لعيب كواس قوي في الملعب هايل لكن الحتة اللي برا الملعب اقول لك حتا تانية هاني كمان دي كمان كبيرة انت عمرك سمعت مشكلة الوليد في تجديد العقد لا خالص بصيبالي كم سنة في النادي لالي وجدت كذا مرة عمرك شفت اصل الوليد مستني عشان بيتفق بس على مش عارف ايه اصل الوليد جاي له ايه عمرنا بسمعنا الكلام ده خالص خالص ودي برضو ميزة الجمهور ما بينساش يا جماعة العجات الصغيرة دي مثل التوقع على بياد يعني اذا كانوا فاكرين ان الجمهور لبعض اللي عيب يعني فاكرا ان الجمهور ده بتفرغ على ماتش وخلاص ده فيه هاني وانت عارف جمهور تاريخ كاتب التاريخ كده انا بقابل ناس طبعا كبار عشان انا كنت بقى مجيل للقديم شوية فالناس تقول لي فاكر ماتش كذا وفاكر ماتش كذا والموقف الفلالي وانا مش فاكر اقول له فعلا ده ايه ده والله يا هاني ساعة حد يبعطي صور اقول لي انا يا رب ده جاب الصورة دي من ايه ده نعيق ده فماتش ايه ده او احاول ابص بقى في الاستاد ده استاد المحلة ففيه ناس حافظة تاريخ النادي الاهلي وتاريخ اللعيبة ومين مواقفه مع النادي الاهلي كويسة اكتر منكو ومين مواقفه نص كمة مع النادي ومين كذا ومين كذا يعني كفاهم ازاي فوليد الحقيقة يعني زي ما هاني بيقول بره الملعب وجوه الملعب شخصية قائد محترم وجوده مهم ان شاء الله رب ده نديله الصحة يعني وان شاء الله يستمر في الملعب لغاية ما هو يقول لنا يا جماعة متشكر بقى اشتركوا في القناة